السلام عليكم وحياكم الله وإهلا وسهلا فيه احنا قاعدين شتى الآن لكن فيه بعض التوصيات راح أقولها لكم إن شاء الله تساعدكم على نجاح الشتلات طبعا الكلام هذا اللي هزرع فيه نقاطات أول شي لازم تكون التربة مخمرة يوم حد أدنى خليطة التربة الداخلية نحن نسوينا وتكلمنا عنه طبعا خليطة التربة اللي هو سماد بلدي وحادي يصور بفسفات أو سماد الداب أو نضيف معهم كبريت لو عندنا فلوس نجيبه يومك أسد برضو حلو المهم خليطة تربوها كله صاير بفي بطن المصطبة هذي نخمره أول يوم أو قبله بيومين ما في مشكلة بعدين وقت وضع الشتلة لا بد الماء يكون شغال لا تنزل الشتلة على تربة جافة تربة جافة زي كده تنزل عليها شتلة الجذور ما راح تكون بخير هذه نقطة مهمة جدا نزل الشتلة على أرض مرطبة مبللة بشكل كامل يعني بمعنى أنه نزرع وحنا شايفين وين كان النقاط بنفس الوقت نكون عارفين مكان النقاط وين هو وين مكان الشتلة وين النقاط اللي يشتغل اللي ما يشغل نشيك تشيك كامل النقطة اللي بعضكم يغفل عنها هذه النقاط طبعا هنا قاعدDA نقاط نشوفها هذا هو هذه النقط حقاته هنا ما نزرع عند النقاط على طول مباشرة النقاط أنتوا معارفين capacidad ينقاط الموية فيها أملاح التربة فيها أملاح فأيش نظام الأملاح؟ نظام الأملاح عندها مركز النقطة هذه هي مركز الطرد هي تطرد الأملاح دائرة وبعدها دائرة ثانية وبعدها تيجي دائرة ثالثة الدائرة الثالثة دائماً وأبداً تلقونا كلما بعت عن مركز الغسيل والطرد والنقاط يقولون يتركز الأملاح دائماً الدائرة اللي حوالين النقاطات تلقيها فيها أملاح إذن الأملاح عندنا فيها مشكلة لما تكون على الزوايا لما نبعد الشتلة عن النقاط كثير نحن نكون زراعنا في المنطقة منطقة تركيز الأملاح فنقربها شوي للنقاط بحيث أنها تكون في الدائرة النظيفة اللي تنغسل بشكل يومي والأملاح تكون خلف شتلة بمعنى بالمكان هذا نسوي شتلة ونقول بسم الله هذه طبعا ما نعمقها على نفس مستوى اللي جت عليها شتلة هذه فأحنا هنا الآن زرعناها هذه المنطقة هي أقل منطقة أملاح اللي بعدها هنا راح تكون أملاح كثيرة واللي بين النقاطين هذا أعلى منطقة يكون فيها تركيز الأملاح الله يسعدكم إذن نخلي شتلات بالشكل هذا شتلة ثانية ما نحطها مقابلها نحطها هنا على جنب الثاني فبالطريقة هذه أرجو تكون فهمتوا حكاية نقطة طرد الأملاح تحت النقاط نظيف كل ما بعت عنه تركزت عندك الأملاح الله يسعدكم مع السلامة